حيث استهلت مؤشرات البرصة تعاملاتها على تباين ففي حين ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 انخفض مؤشرات اي جي اكس 70 و 100 للمزيد معنا من مقر البرصة موفد ان لايف مينا بشرة مينا تعاملات البرصة يعني هناك تباين في تعاملات البرصة وهناك تباين بين المؤشرات التي تتعامل بها البرصة المصرية مزيد من التفاصيل مينا صباح صباح الخير سيد بالفعل كان هناك اداء متباينة لمؤشرات البرصة المصرية خلال مستهل التعاملات وتحديدا خلال الضفاق الاولى من بداية جلسة اليوم تعاملات منتصف هذا الاسبوع ولكن بمرور جلسة التدول تحولت جميع المؤشرات الى المنطقة الخضراء ليسيطر اللون الاخضر على اداء مؤشرات البرصة بعد مرور قرابة نصف ساعة من بدء التعاملات حيث ارتفع المؤشر الرئاسي مؤشر اي جي اكس 30 بمقدار 42 من 100% ليصل المؤشر الى مستوى 13731 نقطة وزلت بدعم من الاتباهة الاشرائية من قبل المستثمرين المصريين والمؤسسات والاداء الجيد للاسهم القيادية مما دفع بها المؤشر الرئاسي الى الاستمرار والاستقرار داخل المنطقة الخضراء المؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني فارتفع بمقدار 43 من 100% بعد مرور قرابة نصف ساعة من بدء التعاملات وذلك بعد ان شهد المؤشر خلال تعاملات الامس تراجعا الى جانب المؤشر الاوسع نطاقن داخل المنطقة الحمراء ولكن عاد اليوم بفعل تحول العمليات او عمليات صغار المتعاملين الى الاتباهة الشرائي ليصل المؤشر بعد ذلك الى مستوى 774 نقطة المؤشر الاوسع نطاقن مؤشر ايجي اكس هندرت ارتفع ايضا بمقدار 94 من 100% ومسجلا 1720 نقطة ايضا بالنسبة لمستوى السيولة خلال النصف ساعة الاولى من بداية التعاملات فاقد وصلت الى مستوى 94 مليون وتسعمائة ستة وعشرين الف جنيه وذلك من خلال التداول على 49 مليون ومائة ستة وثلاثين الف سهما وباجمال عدد عمليات تم تنفيذها خلال النصف ساعة الاولى من التداولات بما يتجاوز الثلاثة الاف عملية شكرا جزيلا مينا بوشرا اذن مؤشرات البورصة المصرية الان في الاتجاه الى المنطقة الخضراء او المنطقة الدافئة شكرا مينا بوشرا موفا دون لايف الى البورصة المصرية